قد تنطلق شرارتها من مجدل شمس توالت التحذيرات الدولية والأممية وحتى الأمريكية من تصعيد خطير على خلفية حادثة قصف ملعب لكرة القدم في البلدة التي تقع في مرتفعات جولان المحتلة في حين حذر مسؤولون دوليون آخرون من أن مجدل شمس منطقة صراع فهي على مر التأريخ كانت محل نزاع دائم بين سوريا وإسرائيل لكن ما هي أهمية مجدل شمس تقع البلدة في مرتفعات جولان المحتلة وبالتحديد على السفح الجنوبي لجبل الشيخ وهي هضبة صخرية في جنوب غربي سوريا وترتفع عن سطح البحر بنحو 1200 متر احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 وتعدها ذات أهمية استراتيجية كبيرة ومنذ ذلك الحين بقيت تحت حكمها على الرغم من أن المجتمع الدولي يعترف بها إلى جانب بقية مرتفعات جولان كجزء من سوريا وفقا لإحصاءات دولية يبلغ عدد سكان مجدل شمس نحو عشرين ألف نسمة معظمهم من الطائفة الدرزية والسلطات السورية تعدهم مواطنين سوريين بينما منحتهم إسرائيل الإقامة الدائمة عام 1981 وأصبح يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية الكاملة ومع ذلك لم يتقدم سوى عشرين في المائة من السكان للحصول على الجنسية الإسرائيلية تاريخيا كانت مجدل شمس تدار تحت الحكم العسكري الإسرائيلي وفي عام 1981 صادق الكنيسة الإسرائيلي على قانون مرتفعات الجولان المحتلة الذي قضى بدمج المنطقة في نظام المجالس المحلية الإسرائيلي ما أدى فعليا إلى ضمها وهي خطوة لم تحظى باعتراف دولي على الجانب السياسي نفى حزب الله اللبناني مسؤوليته عن مهاجمة بلدة مجدل شمس لكن إسرائيل تتهمه بقصفها ما أسفر عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة العشرات ملوحة بالانتقام الأمر الذي يحذر مسؤولون أمريكيون من خطورته كونه يثير مخاوف من تصعيد خطير بين الطرفين وبالتالي يفاقم الأزمة الأقليمية ويجر الولايات المتحدة إلى صراع لا تريد اتساعة هذا وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن تبادل القصف وأطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية قد يقود المنطقة إلى صراع ثاني إلى جانب الحرب القائمة في غزة مشددين على ضرورة ضبط النفس منعاً لوقوع ما وصفوها بالكارثة